فقال لا تقترب الى ها هنا دي نمرت واحد نمرت اتنين اخلع حذائك من رجليك لان الموضع الذي انت واقف عليه ارض مقدسة طب يا رب احنا ياتي في حاجتين بتقول لي ما تقربش وين تقول لي اخلع حذائك ما هو ما تقربش معناها امشي اخلع حذائك يعني خليك موجود امشي ولا اعود قالوا لا لا تقترب بس اخلع حذائك لا تقترب الى ها هنا معناها الله بينبهنا اننا في المواضع المقدسة نقترب بنوع من الخشية والهيبة مش الواحد يقتحم مقادس الله اتعلمنا واحنا داخلين الكنيسة نرشم الصليب وننحني مش كده وبس ده انت لو ما عدي من باب كنيسة لازم بترشم صليب وتنحني حتى لو كنت جوه موصلات شايف منارة كنيسة انحني ورشم صليب ده موضع مقدس لما بندخل الكنيسة بنقول اما انا فبكثرة رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكلك بمخافتك ولما بندخل الهيكل بمنتهى الهيبة والاحترام ارجو ان احنا الكهنة والشمامسة اللي متعودين ندخل الهيكل هذا الاعتياد لايجعلنا نفقد الهيبة والاحترام ما ينفعش ان انا اتكلم في الهيكل ما ينفعش ان انا اتصور في الهيكل ما ينفعش ان انا ارد على التليفون في الهيكل ولا في الكنيسة لازم الكنيسة يكون لها اقربنا قالوا لا تقترب اليها هون يعني المحتة دي فيها شروط فيها احترازات مش زي اي حت لا تقترب اليها هون بس مش عايزوا يبعد قالوا اخلع الحزاء يعني وانت بتهاب المكان ما تسووش مش من خوفي من ما كان أبعد عنه لا خليك موجود بس بيه نوع من الاحتراس اما كلمة اخلح حذائك ليه افتكروا معايا ايام ادم لما اخطأ ربنا قال له ملعونا الارض بسببك طب بسبب اللعنة دي هي بقى ايه قال له شوك وحسك ثمبت لك الارض طب انا لما امشي في ارض فيها شوك لازم ألبس حذائك فقال له لا الموضع اللي انت واقف عليها ارض مقدس ما فوش لعنة فوش شوك ادخل مطمئن لا تقترب وادخل مطمئن وكأنني انا لما اجي اتناول اقول له يا ربنا عايز اتناول لا تقترب بس ادخل يعني قبل ما تدخل فكر قبل ما تدخل خد حذرك خد حرصك ارشم الصليب وانحني واطلب المعونة واطلب ان الله يسكب في قلبك المخافة والهايبة ان احنا اولاد الله دي ما تخلناش نبقى نفقد هيبته لازم ندخل الارض المقدسة بطمأنينة لكن في نفس الوقت بهايبة لا تقترب اخلع حذاء الحذاء عادة بيتعامل من الجلد والجلد دايما بيتاخد من حيوانات مذبوحة فيعتبره الجلد والحذاء في كتاب مقدس يرمز الى الامور الجسدية البهائم اللي خدنا جلودها فعايز يخلع الحذاء معناها اخلع الشهوات والاهتمامات المادية والجسدية الاكل والشرب والجنس والافكار الوحشة اخلعها عشان تقترب الى مكان مقدس كل تأكيد ربنا مش قصده ان الحذاء بتعموسة نجس ايه النجسل في الحذاء لكن الاقتراب الى الله بخال الحذاء يفهمني ان انا في مكان مقدس له هيبته